دعم كويتي في مجال مياه الشرب للمناطق الريفية شمال السودان وذلك عن طريق مشاريع حصاد المياه الذي وقع مؤخرا في الخرطوم بين الكويت والسودان عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك من أجل الإسهام في حل أزمات المياه في مناطق الريف السودانية أبدى مواطنون من قرى ولاية نهر النيل شمال السودان سعادتهم باستمرار تدفق محطات مياه الشربة التي أسسها محسنون من دولة الكويت وطالما أن الماء يمثل شريان الحياة فإن هذه النعمة أسهمت في تخفيف معاناة المواطنين ولبت احتياجاتهم من الماء هذه الآبار ساهمت مساهمة كبيرة جدا في استقرار السكان في تلك المناطق وهي مناطق كانت طبيعة صعبة وكان الإنسان يهاجر لحوالي ثلاث أربع ساعات لكي يأتي بعدة لترات من الماء تكفيه لبقية اليوم فكانت احتياجات واقعية وضعت في مكانها الصحيح في ولاية نهر النيل وفي خضم احتفالات السوداني بأعياد الاستقلال لم يغفل الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب نوجهه إلى الشعب السوداني أن ينسى دعم دولة الكويت الآخر لمشاريع حصاد المياه في الريف السوداني بقيمة 68 مليون دولار هذا بالإضافة إلى مشروع مياه الشرب الذي يسعى لحل مشكلة مياه الشرب نهائيا بإذن الله والذي تم توفير التنويل له من الميزانية والكويت يتزامن الاستغلال كذلك مع مشروعات الرئي القبرى بعد اكتمال الخزانات توفير مياه صالحة للشرب للمناطق الريفية في السودان تحدي شكل هاجسا للحكومة السودانية في الأعوام السابقة ومع مطلع هذا العام الجديد تعاول الحكومة السودانية على الدعم الكويتي لحل أزمة مياه الريف نهائية بما أن الماء يمثل عصب الحياة وموردا حيويا مهما لتنمية الإنسان لذا جاءت دعم الكويتي لمشاريع حصاد المياه في معظم أنحاء السودان بدر الدين خلف الله تلفزيون دولة الكويت الخرطم